ينضم إلينا من القدس المحتلة في راسياغي البحث في الشؤون الإسرائيلية أهلا بك معنا عبر شاشة الغد سيد فراس تصعيدان إسرائيليان في القدس اليوم أبدأ معك من اجتماع الحكومة الإسرائيلية تحت حائط البوراق في أنفاق تحت حائط البوراق ما الدلالات ذلك والرسائل خاصة عن هالمرة الأولى منذ عام 2017 تعيني نقول أن نتنياهو يعمل وفق مقولة أن غريزة القتل تكون كامنة حتى يحدث القتل وغريزة الصراع الديني كامنة هي ملموسة ولكن هو يظهرها وبالتالي هو يريد أن يحول الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني في المنطقة وهذا ما لا يريده لا الإقليم ولا المجتمع الدولي نتنياهو يحاول عبر عقده للاجتماع تحت حائد المبكة في الأنفاق مسألتين المسألة الأولى هي التأكيد على القدس وعلى السيادة على القدس وعلى أنه لن يتنازل مطلقا عن القدس الشرقية كجزء من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وبالتالي يعتبر هذه المسألة من هي بهذا الخصوص والمسألة الثانية هي محاولة استعطاف اليميم ومحاولة تمرير ميزانية الدولة من خلال تأكيده على دعمه للاستيطان في القدس وعلى دعمه لميزانيات تخص المهاجرين الذين يريد أن يأتون بهم للاستيطان في القدس وتخص مسألة بناء أنفاق جديدة في داخل القدس إذن هو يريد كسب محور اليمين ويريد قطع الخط على بن جفير بمطالباته في موضوع الميزانيات فيما يتعلق بالنقب والجليل ورأينا حديث بن جفير اليوم في داخل المسجد الأقصى عندما تحدث عن الجليل والنقب والميزانيات المسألة بالأساس هي صراع في داخل الحكومة الإسرائيلية عقده لهذا الاجتماع الثاني منذ عام 2017 يؤكد على أن لدى نتنياهو أيديولوجية هذه الأيديولوجية يمينية متطرفة تبحث عن تهويض القدس بشكل كامل وتبحث عن ضم المناطق جيب في داخل الضفاء الغربية لذلك يجب النظر إلى هذه المسألة بمنظر أن ما تقوم به هذه الحكومة هو عمل خطير إن كان على المستوى الفلسطيني وإن كان على المستوى الإقليمي لأنه بذلك قد ينهي كل التفاهمات التي عقدت كان في شرم الشيخ أو في العقبة أو في غيرها من التعهدات أمام الإدارة الأمريكية وهنا أسألك عن التدعيات والتبيعات التي يمكن أن تترتب على ذلك ما مدى خطورة تحويل الصراع من سياسي إلى ديني وخاصة أن هذا الاقتحام يأتي بعد قمة جدة والتي كان فيها توافق وإجماع كبير على القضية الفلسطينية وتأكيد أيضا في قمة جدة على المبادرة العربية للسلامة التي تحدثت عن دولتين للشعبين وعن استعدادات الدول العربية للتطبيع الكامل مع إسرائيل في حالة انسحبت من الأراضي العربية التي احتلت على 1967 تدعيات الصراع الديني يعني أنه لا حل ولا يوجد حلول ممكنة ما بين الطرفين وأن المسألة ستكون إما نحن وإما هم هذا مفهوم الصراع الديني أما الصراع السياسي فهو حديث آخر ومسألة أخرى تتحدث عن القوانين الدولية والشرعية الدولية بهذا الخصوص ولدينا قرارات متعددة من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة تتحدث عن أن القدس الشرقية والضفة الغربية هي أراضي محتلة منذ عام 1967 وأن لا اعتراف بما يحدث من تغييرات في داخل القدس الشرقية وفي داخل الضفة الغربية وبالتالي كل ما يقومون به من أحاديث هو مخالف لهذه القرارات الشرعية الدولية وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية الغريب أن هناك مجلس الأمن وأمم المتحدة صدر من قرارات بهذا الخصوص ولا تتعرك بهذا الخصوص تجاه إدانة ما تقوم به حكومة نتنياهو وما يقوم به وزيره المعتوه بن جفير من خلال ابتحامه إلى المسجد الأقصى لاحظي يتحدث عن السيادة عن القدس وعن المسجد الأقصى وهو يقتحم المسجد بحماية الشرطة من له سيادة على القدس ومن له سيادة على المسجد الأقصى لا يقتحم بالشرطة وبهذه القوة وبهذه الطريقة الاستعراضية أعتقد أنا شخصيا أن بن جفير أيضا في اكتحامه اليوم للمسجد الأقصى أراد أن يكون جزءا من عنوين الأخبار في داخل إسرائيل لأن نتنياهو قد سلبه هذه العنوين وأصبح نتنياهو المركز الأساسي لليمين خاصة بعد الأحداث التي جرت من عدوانين على قطاع غزة حتى في الداخل الإسرائيلي توصف تحركات بن جفير بالتيكتوكية الاستعراضية لتيكتوك للمشاهدة والاستعراض ولكن حديث نتنياهو وهو رئيس الحكومة ألا يجب أن تأخذ بطريقة مختلفة الرسائل التي يوجهها إن كان لي للرئيس محمود عباس كيف يقرأ كل ذلك وفي هذا التوقيت في ظل أزمته الداخلية التي يعاني منها يعني نتنياهو أولا يعبر عن فكره وإيديولوجيته التي دائما يتحدث فيها عن الضفة الغربية وعن القدس وبالتالي هو لا يخرج عن سياك الفكر اليميني بهذا الخصوص ولا عن سياك فكر قتل مفهوم الدولتين وإنهاء مفهوم الدولتين فمنذ أن تولى نتنياهو رئاسة الوزراء وحتى الآن هو من أجهد كافة الاتفاقيات التي تمت ما بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي وبالتالي هو يعزز فكره الايديولوجي اليميني المتطرف بخصوص مفهوم أرض إسرائيل ولحظنا كيف تآمر مع الرئيس الأمريكي السابق ترامب في مفهوم صفقة القرن وكيف ضغط بهذا الاتجاه من أجل نقل السفرة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وبالتالي هو يحاول أن ينفذ فكره الايديولوجي بهذا الخصوص وفي نفس الوقت هو يغازل اليمين ويغازل الحزب الصهيوني الدينية ويغازل الحريديم حتى تبقى هذه الحكومة نتيجة للتناقضات الداخلية في داخل الاتلاف نفسه لديه أزمة في موضوع الميزانية في داخل إسرائيل فالحريديم يطلبون موازنات من أجل المدارس وبينكفير يطلب ميزانيات لوزارته في النقب وبالتالي هو عقدي لهذه الجلسة في الأنفاق أسفل حائط البراكوة محاولة منه لكي يستاطف اليمين ولكي يتحدث عن مفهوم بقاء هذه الحكومة رحينا حتى في خطابه والدعاء عندما تحدث وتوجه نقدا إلى الرئيس أبو مازن بأن هذه القدس موجودة منذ 3000 عاما ويخالف بذلك حتى كل الأثريين الذين نفوا وجود أي علاقة لأي هيكل في هذه المنطقة وبالذات في منطقة القدس وبالتالي لا أثار حقيقية تتحدث أو واقعية أو علمية وهي تحدث عن خراريف تحدثت عنها التوراة وبالتالي بعض الأثريين لا يزالوا متمسكين فيها وهو يعتبرها تاريخ وهي ليست بتاريخ بينما هدفه هو الأساسي هو الاعتلاف الحكومي وبقائه في الحكومة وبقائه رئيساً للوزراء في مواجهة أي محاولات من كفير للتنغيص عليه أو لمحاولة ابتزازه سيد فرس آخر استطلاعات أظهرت أن ثلثي الإسرائيليين يعتقدون أن القدس غير موحدة ولا يرغبون في السكن فيها بعد 56 عاما على احتلالها ما رأيكم بذلك؟ هذا صحيح غالبية اليهود العلمانيين وغالبية اليهود غير المتدينين يهاجرون من القدس إلى مدن أخرى في داخل إسرائيل رأينا في عام 2018 وحتى اليوم الكثير من المهاجرين الذين سكنوا في داخل القدس أكثر من 30% إلى 40% منهم غادروا مدينة القدس مدينة القدس من يستوطن فيها هم المتدينين من الحريدين ومن الصيونية الدينية المتشددين وبالتالي التوجه في الغالبية العظمى لدى الجانب الإسرائيلي بأنهم يرون على أرض الواقع أن هناك قدس شرقية وهناك قدس غربية ولا يوجد وحدة حال حقيقية ما بين المدينتين فالقدس الشرقية لا تزال تحافظ على طبيحة العربي الفلسطيني ولا يزال الفلسطين المقدسي متمسك بأرضه وبيته وصامد عليها ولا تزال يدافع عن الأقصى والأماكن المقدسة وعندما تأتينا إلى البلدة القديمة وإلى باب العمود وإلى وادي جوز وإلى شارع صلاحة ستعلمين جيدا أن هذه المنطقة عربية ولم يتم تهويدها ولكن هذه الحكومة تحاول أن تهويدها بكل الطرق وهنا دعني أسألك عن أوضاع الفلسطينيين المقدسيين الذين يشكلون 40% من سكان القدس نعم هناك 384 ألف مقدسي يعيشون في داخل القدس وبالتالي هم يشكلون تقريبا 40% من عدد السكان في المدينة هؤلاء متمسكين بأرضهم رغم كل الممارسات الإسرائيلية بحقهم هناك حديث عن أنه سيصدر قانون في الكنيسة لمنع تقديم الموازنات لبعض المدارس في داخل القدس بحجة أنها تدرس المنهاج الفلسطيني وبالتالي هناك تمييز في مسألة البناء والرخص ضد الفلسطينيين فمن عجل أن تحصل على رخصة أنت بحاجة إلى أكثر من 100 ألف دولار لكي تدفعها فقط لتحصل على رخصة بناء وهذه تحتاج إلى وقت كبير لذلك تحاول إسرائيل كل الطرق ليس فقط أن تميز بل أن تنغص وأن تعرقل أي محاولة للصمود في داخل المدينة ولكن المقدسيين صامدين على أرضهم وفي بيوتهم ويرفضون كل هذه الممارسات ويواجهون القمع الإسرائيلي وهم المرابطين في المسجد الأقصى الذين يواجهون القطعان المستوطنين المقتحمة بشكل يومي والتي تخالف حتى تعاليم حاخام إسرائيل الذي يقول أن اختحام الأقصى هو تدنيس لأقدس الأقدس لليهود حتى أن الوزير موشي يافن الرئيس عالم التوراة يهودة توراة بعت رسالة رسمية قبل أيام إلى نتنياهو طالبه فيها بعدم السماح لأي وزير أو أي عضو كنيسة من اختحام المسجد الأقصى أشكرك شكرا جزيلا القطع المحتلة في راسياغي الباحث في الشؤون الإسرائيلية